حسن الجيل بتاع دلوقتي ده المنتخب مصر شبهكو في الروح والحب ده ممكن انتو كنتو جيل عندوكو لعيبة عظيمة جدا طبعا الحمد لله الوقت عندها لعيبة برضو رائعة جدا بس الجيل ده كمان مترابط جدا مع بعض لان هم ما تلعوا مع بعض على فكرة في نصهم تلعوا وكانوا امتخبات مع امتخب مصر في المراحل السنية وبعدين هم ايه يعني ما عندهمش حتة الغل او الغيرة او انا عايز العب بس لو زميلي لعب مفيش مشكلة يعني كلامك مظبوط الجيل ده وانا بتمنى الجيل ده ياخد بطولة لاني صراحة يعني نجم كبير زي محمد صلاح بتمنى انه ياخد بطولة لان في الاخر ميس لما اععد بيعمل كل حاجة ببرشلونة وعمل كل حاجة في الكرة لما خكس العالم بدأ يقرنب بماردونا بدأ يعلو اسم ميس على ماردونا انا كنت لسه اقولك وانت بتقوله على محمد صلاح كنت لسه اسألك سؤال وانت قلتلي عطولي الاجابة اه لو فيه الناس تقولك ايه عام تخلوش ايه تقوله عايزين منتخب ياخد بطولة عشان محمد صلاح ده من حق وياخد بطولة الارجنتين كلها شعب ولعيبة ودارة وجايز فاني كلهم كبير لعبوا كاس العالم انا كنت مفرج على دوكومنتري من كب يوم كلهم عايزين ياخد كاس العالم عشان ميسي بالزبط ان الشعب والجمهور واللعيبة كان باين عليهم بيحبوا ميسي زاي في البطولة دي انا بقول لو كان البرتغال كانت عاملت نفس الموضوع واللعيبة بتاعت البرتغال عاملت نفس الموضوع انا بقولك او كانوا موكني نفسه لانهم منتخب قوي جدا ومنتخب فيه لعيبة كويسة بس انا كنت حاسس من بداية كاس العالم ده كان فيه غيرة من كريستيانو كان فيه لعيبة كانت فيه مشاكل ما بينهم حتى كان جابوا كذا تمرينة كده كان كريستيانو يجي هزل ما حد تلاقي كله مداء منه كان عنده مشكلة مع مانشستر كان عنده كابتن مانشستر كان قام في شمال ايه بالزبط والتاع مانشستر سيتل باكرايت برضه كان نفس القصة فكانت باينة قوي وكانت باينة على الجانب التاني بتاع نفسي ان اللعيبة بتحبوا والناس اللعيبة بتدفع عنه انا حاسس وقولي صحة ولا غلط ان الجيل ده المنتخم مصر هو الافضل بعد الجيل بتاعكو 2006 2008 أو 2010 لحد من 2010 لحد دلوقتي ما جلناش جيل متكامل زي ده تتفع ولا تختلف مش هادر اقولك يعني كلمك مزبوط بس انا مش هادر اقولك كريم ان كل جيل لا كل جيل لي حاجته لي حاجة عملها كويسة لي في 98 في لعيبة كانت كاملة لا لا انا بتكلم من 2010 لحد 2024 ما جلناش جيل بالتكامل ده من فترة في الفتر من 2010 ل2024 يعني انا اقدر اقول اه في لعيبة كويسة في كذا بس برضو في كل جيل لا في كل جيل تحس ان انت برضو طب احنا في الجيل بتاعنا كان نفسه تحس في تكامل الجيل اللي قابلين تحس في تكامل يبقى انت سؤالي موصل ليش موصلش 2010 لحد 2010 حكنا عندنا جيل عظيم جد كويس خلاص ده عظيم وممكن يكون افضل اجيال بكرة المصرية ده خلاص حطه على جنب مش هنختلف على ده انا بتكلم من 2010 بعد بقى 2012 و14 و16 و18 وعد كل الاجيال دي ما جلناش جيل في التكامل ده في المراكز في الفريق في قوة الفريق زي دلوقتي من 2010 حد وانت طالع انا معاك ما برضو انت في الفترة دي برضو كان فيه اخفاقات فيه اوقات انت الجيل دوت برضو مثلا كان فيه بطولة في مصر هنا ما اوصلش تلع من دول المجال بس وصله فاينال 17 وصله فاينال للمتورة اللي فاتت وصله كس عالم وخسره ووصله قدام السنغال وكسره ضربات جزائر انا معاك انا معاك انا بكلمك على فكرة على قوة الفريق كمان فنية مش بكلمك على حجم الانجازات انا بكلمك فنية انا فاهم السؤال بس انا بقولك ايه لو تيجي تبص برضو في الاجيال التانية هتلاقي فيه فيه لعبة كذا في كل مركز كذا بس انا بقول الجيل دوت عمل حاجات كتيرة كويسة ان هو بيوصل نهائيات وما بياخدش البطولة عشان سوء التوفيق وصل كس عالم ممكن ان شاء الله في تصفاتك كس العالم دي يوصل كس عالم باذن الله